رفض اثيوبي للموقف الامريكي حيال مفاوضات سد النهضة وصل الى حد وصف هذا الموقف بغير الدبلوماسي مع تحذير لواشنطن من محاولة التأثير على نتائج تلك المفاوضات نعتقد ان البيان الامريكي الاخير غير دبلوماسي ولا يعكس بلدا عظيما مثل الولايات المتحدة نريد ان يؤدي الامريكيون دورا بناء وغير ذلك الدور غير مقبول تصريحات تزامنت مع اعراب وزير الخزانة الامريكي ستيفن مينوتشن عن خيبة امل بلاده الكبيرة لغياب اثيوبيا عن اجتماع واشنطن الاخير وقال مينوتشن ان الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع مصر واثيوبيا والسودان الى ان توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات الى انه لم يقدم تفاصيل واضاف انه اجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين معربا عن تطلعه الى اختتام اثيوبيا مشاوراتها الداخلية لافساح المجال للتوقيع على الاتفاق في اقرب وقت ممكن وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن تقديره لتوقيع مصر بالاحرف الاولى على الاتفاق مؤكدا ان توقيع مصر يدل على حسن النية وتوفر الارادة السياسية الصادقة والبناء معتبرا ان الاتفاق شامل وعادل ومتوازن حسب ما اعلنت الرئاسة المصرية واضاف ترامب ان الادارة الامريكية ستواصل بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان واثيوبيا وصولا الى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة ترجمة نانسي قنقر